لم يكن إعلان النصري على داعش يوما عاديا بل إن تضحيات أبناء الأنبار كانت جسيمة جدا من أجل تحرير مدنهم أم مؤيد امرأة أنبارية انضحت بأبنائها ومنزلها من أجل مقارعة الإرهاب في مدينة الرمادي أنا ويا الجيش ويا الشرطة إلى ما حررنا آخر منطقة بالأنبار هذا سلاحي كنت قاتل بي هذا سلاحي كنت قاتل بي ومن التطلب آخذ بي كيس منهم قاتل وياهم اللحادية أرمي بيها الهاون أرمي بيه وقعوا بيتي وشار رغمي عند الجيش واستشهدوا الله يرحمهم ويصبر أهلهم ماخذين رغمي من موبايلات الجنود وخابروني خابرني داعش قال وقعنا بيتي كتلة بيتي فدوة للعراقيين الشرفاء وفدوة البسطة للجند العراقي وكان ليبناء عشائر الأنبار دور كبير في التحشيد من أجل الدفاع عن المدن المحاصرة آنذاك من العصابات الإرهابية لا سيما في عامرية الفلوجة وقضاء حديثة ومساندتهم القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها الأبطال الذين ضحوا ورؤوا الأرض بدماءهم الزكية هفاظة على أرض العراق وأرض المحافظات التي احتلت من قبل داعش الأرهابي عشائر العشائر التي تضحيات في الأنبار كل العشائر ما تستثني عشيرة منها تشانب حديثة ولا في محافظة الأنبار ولا في صلاح الدين كل العشائر أنطت شهداء وإن شاء الله يرحمهم ويتقبلهم ها هي محافظة الأنبار قد عادت إلى حضن الوطن لكن جراح أمهات الشهداء لم تلتأم حتى الآن خصوصا وأنهم لم يحصلوا على حقوقهم من قبل مؤسسة الشهداء والجرحاء من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة